تحية صباحية لكم مشاهدين وهنا بكم إلى أولى نصراتنا الأخبارية المستهل بملفي رئاسية 7 سبتمبر المقبل حيث وصدرت السلطة والوطنية المستقلة للانتخابات قرارا يحدد كيفية وإجراءة الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ويشمل القرار كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري والتي تملك ترخيصا قانونيا وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر بما في ذلك النشاط السمع البصر عبر الأنترنت كما يحدد القرار أيضا كيفية تغطية نشاط المترشحين للانتخابات الرئاسية من قبلية الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا إشهروا الترشحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي فبمقتضى هذا القرار تلتزم وسائل الإعلام السمعية البصرية بضمان ولوج عادل لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية وهو ما يتجسد عبر عدة نقاط أهمها أن يكون التعبير المباشر حصريا بعنوان مهام المرفق العمومي عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية منصفا ومتساويا من حيث الحيز الزمني والمواقيت وترتيب التدخل كما يتعين أيضا الإنصاف في المشاركة في الحصص المبرمجة وتوقيت المخصص للمترشحين أو ممثليهم للتعبير من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية وكذا في معالجة المعلومة وتغطية المترشحين أثناء الحملة الانتخابية من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية وأيضا من حيث والحيز الزمني ومواقيت وترتيب تدخل كل مترشح كما تلتزم وسائل والإعلام المعنية بضمان تغطية منصفة وموضوعية أثناء الحملة الانتخابية لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية وتشمل هذه القواعد أيضا احترام الحياة الخاصة للأشخاص وصون كرامتهم وكذل الالتزام بمبدأ قرينة البراءة والامتناع أثناء تغطية الحملة الانتخابية عن نقل أي إعلان أو تصريح يتضمن أقوالا أو صورا من شأنها الحث على الكراهية والتمييز والعنف أو المساسي بمزدقية مؤسسات الدولة في خطوة لتعزيز موقع أفراد الجالية الوطنية وإسهامهم في العملية السياسية التي يشهدها الوطن الأم تسهر القنصلية الجزائلية بالنونت على تسهيل الإجراءات الإدارية وإطفاء مرونة تواصلية استحسنتها جاليتنا التي تحرص على متابعة كل المستجدات والاستعداد لأداء واجبها الانتخابي بحماس في الرئاسية المقبلة التفاصيل مع عفاف بالهوشت شرعت قنصلية الجزائر في نونت بتقديم دوريات منتظمة في هذه المدينة تسهل عناء تنقل العائلة إلى نونت خاصة من يجدنا صعوبة في الوصول إليها نونت على حوالي 300 كيلومتر ولهذا تسهل علينا الإجراءات الإدارية السرعة والفعالية وحسن الاستقبال لمن يصهر على هذه الإجراءات يعمل الموظفون والديبلوماسيون بنشاط لضمان تقديم خدمة كاملة بتأمين جميع الخدمات القنصلية خلال هذه الدوريات الخدمات المقدمة تخص جوازات السفر وبطاقات الهوية البيومترية وكل الإجراءات الأخرى للحالة المدنية بالنسبة لمسؤولي النسيج الجمعوي في المنطقة فإن هذه الدوريات تقدم أكثر من مجرد خدمة بسيطة للرعاية القنصلية أقرب للجالية منذ قبل وهي فرصة جيدة لجاليتنا تعبر هذه الفعالية عن روح العلاقة الجديدة التي نسجتها القنصوليات مع الجالية كما تثير اهتماما متزايدا من الشباب اتجاه بلدهم الأصلي حيث كان العديد منهم يستفسر عن الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب الانتخاب مهم جدا وقنصليتنا تمكننا من أداء واجبنا نحن مواطنون جزائريون وواجبنا هو الانتخاب أعبر عن صوتي بالانتخاب أولدت بفرنسا لكني جزائرية الأصل والتحدي القادم بالنسبة لقنصلية الانتخاب سيكون تنظيم عدد كاف من مكاتب الاقتراع موزعة بشكل عادل لتمكن كل مواطن من أداء واجبه في الدوائر الفرنسية الأحد عشر التي تغطيها هذه القنصلية في قطع السكن أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة أمس في بيان لها عن توقيف عملية التسجيل في برنامج عدل ثلاثة وهي تدراسة طلبة الاكتتاب التي بلغت مليون واربعمائة واربعين الفا وثلاثمائة واربعين طلبا كما أعلنت الوزر أن عملية التسجيل في برنامج عدل ثلاثة ستستأنف مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب تنمويا وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين الإطار المعيش للمواطن وضمانا للأمن المائي خاصة في فصل الصيف تعزز قطع الرأي ببشار بأربعة خزنات المائية ودخول أبار جديد حيز الاستغلال فيما تم وضع مشروع محطة تصفية المياه المستعملة حيز الخدمة تفاصيل في مراسلة عبد النور هامل ضمن الاستراتيجية الرابية لتأمين المياه الصالحة لشرب لفائدة مواطني ولاية بشار مشاريع كبرى تدعمت بها الولاية كانطلاق مشروع إنجاز وكهربات وتجهيز وربط عشرة أنقاب بالمنطقة الصناعية التوميات رغم الظروب حنا اللي نعيش في الجو الحرارة هذي وغدا الحمد لله نسعى باش نوصلوا المياه للسكينات بشار والحمد لله في أقرب الأجل إن شاء الله نوصل لهم المياه للسكينات بشار بإذن الله في الوقت الحالي أنا مسخرين جميع الوسائل المادية والبشرية لإكمال هذا المشروع في الأجل المحددة قمنا بمجهودات وأنجزنا بأرين واللي رمض في حيز الاستعمال اليوم ورشات إنجاز أربعة خزانات مائية بسعة 25 ألف متر مكعب ودخول حيز الخدمة لمحطة تصفية المياه المستعملة بولاية بشار كلها مشاريع ستساهم بشكل فعال في الرفع من قدرات التخزين بالولاية تحويل القطراني هذا التحويل المهم جدا الذي سيقوم بتزويد ولاية بشار بـ 80 ألف متر مكعب في اليوم استمعنا لعروض وعايننا عن قرب ورشات أقول ورشات الإنجاز لهذا المركب المائي أقول الذي فيه 26 بئر فيه خزان مائي بـ 20 ألف متر مكعب فيه كذلك ثلاث محطات ضخ يعني بالفعل مشروع مهم جدا القيناة وترت أشغال نحن راضون جدا عليها تتطابق مع مخطط الإنجاز المقدم مسبقا مشاريع استراتيجية من شأنها ضمان تأمين مائي للمواطنين وتغطية حاجيات الفلاحة والصناعة بالولاية ومحطة معالجة مياه ست شحاف ببلدية أيث أرزين ببجاية تدخل هي الأخرى الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 50 ألف متر مكعب يوميا المحطة المجهزة بأحداث المعدات التقنية والعصرية من شأنها تموين ست بلديات في مرحلة أولية بهذا المورد الحيوي الهم المزيد من التفاصيل في هذا الروبرتاج لعزوز هواري من سد شحاف مباشرة إلى أكبر محطة لمعالجة المياه بأثرزين محطة دخلت حيز الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 50 ألف متر مكعب يوميا ليتنفس بها الساكنة السعداء هو مشروع هام ومتكامل يضم خزانين بسعة 1500 متر مكعب للواحد وثلاث محطات بسعة ضخ تعدل 70 ألف متر مكعب يوميا فضلا عن تجهيزها بأربع وحدات لتحضير المواد الكيميائية الموجهة للمعالجة هذه المحطة ستسمح بتزويد المياه الصالحة للشرب لفائدة ست بلديات أشرفنا اليوم على وضع حيز الخدمة لمحطة معالجة المياه ستسمح بتزويد بالماء الصالح للشرب وهذا تدريجين لستة بلديات الواقعة جنوب ولاية بيجايا وهي أيترزين، إغيل علي، بوجليل، إغرم، بنيمنيكش، وتازمالت هذا المشروع الهام يدخل في إطار التدابير والترتيبات المتخذة لضامن تزويد المواطنين بمياه الصالحة للشرب وهذا تنفيذ للتعليمات السيد الرئيس الجمهورية السيد عبد المجد تبون بهذا الشأن محطة معالجة المياه بياثرزين وحدة من بين المشاريع التنموية الهمة المسجلة بولاية بيجايا ما يسمح بتحسين تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية دوليا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل والعدوان والصهيوني لليوم الثامن وثمانين بعد المائتين على مناطق متفرقة من قطع غزة حيث تساعدت وتيرة والغارات للاحتلال على القطاع وأسفلت أمس عن استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في غارة جوية استهدفت تجمعا للسكان بمخيم النصيرات وسط القطع هذا وقد شهدت المنطقة في وقت سابق قصفا مماثلا أسفر عن ارتقاء أزيد من عشرين فلسطينيين من بينهم أطفال فيما شنت طائرة الإسرائيلية غاراتها العنيفة على العديد من المنازل في كل من مخيم البريج وخانيونس سقط خلالها العديد من الشهداء والجرحة كما استشد شاب فلسطينيون أمس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني قبل أشهر في الضفة الغربية المحتلة يحدث هذا في وقت شهدت فيه مناطق متفرقة بظفة الغربية مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على سعيد آخر أعرب الاتحاد الأوروبي عن استنكاره لمصادقة الكيان الصهيوني على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية وعلى عدالتها تحظى القضية الفلسطينية بالدعم والمساندة حيث وقفت محكمة العدل الدولية بلاهاي مرة أخرى أمس إلى صف الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض لتشدد على أن الاحتلال الصهيوني لفلسطين غير قانوني دعيتنا المجتمع الدولي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال التقرير لإسمان سلطان في خطوة قضائية غير مسبوقة محكمة العدل الدولية تطالب الكيان الصهيوني بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية ووجوب إنهاء الاستطان الذي ينتهك بوضوح معاهدة جنيف إن مصادرة الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية وإعطائها للمستوطنين إجراء غير مقبول بموجب اتفاقية جناف تؤكد المحكمة بأن المستوطنات الصهيونية في الظفة الغربية والقدسة قد أقيمت ويجري الإبقاء عليها في انتهاك صارخ للقانون الدولي المحكمة دعت الدول الأخرى إلى عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الصهيوني وعدم تقديم أي دعم له ملزمة المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الآمن إلى النظر في اتخاذ خطوات جدة وفعلية لإنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت إن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانونية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاحتراف بشرعية هذا الاحتلال قرار استشاري بمثابة انتصار آخر للعدالة يقر بأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويضع المحتل الصهيوني في قفص الاتهام تلاحقه تبعات قانونية جراء ممارسات غير شرعية ترفضها القوانين والأعرف الدولية والإنسانية ليسجل التاريخ مرة أخرى أن القضية الفلسطينية قضية عادلة في موضوع آخر أعلنت شركة مايكروسوفت أنه تم إصلاح مصدر العطل الذي تسبب في الانقطاع العالمي لخدمات الاتصالات لكنها أشارت في الوقت ذاته أنه لا يزال هناك بعض والتأثير المتبقي على بعض الخدمات هذا وقد تسبب الانقطاع في خدمات مايكروسوفت في تعطيل عمل مستشفيات وشركة طيران ومصارف وأسواق التداول ومراكز تجارية وحركة المرور والاتصالات وكذا قطع الطاقة في عديد الدول للإشارة كانت تركيا وأستراليا ونيوزيلندا وألمانيا من بين أوائل الدول التي علقت على الأضرار التي لحقتها وقد كبد العطل التقني شركة مايكروسوفت خسائرها إلى قربة الستين مليار دولار في غضون ساعة فقط من المعطلة نعود إلى أخبار الوطن ونختم النشرة بأجواء الاستياث والاستجمام حيث تشهد الواجهة البحرية لمدينة تيكزيرت بولاية تيزي وزو إقبالا واسعا للمصطفين الباحثين وشاطئ تيكزيرت أو ما يعرف بالشاطئ الكبير أحد والمقاصد السياحية التي تستقطب المصطفين والسياح من داخل الوطن وخارجه جولة إلى هذا الشاطئ مع أسيخري شاطئ تيكزيرت أو ما يعرف بالشاطئ الكبير بولاية تيزي وزو أحد المقاصد السياحية التي تستهي العائلات الجزائرية بحثا عن الترفيهي الاسترخاء والاستجمام خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة جينا مبليدة جينا البارح سمعنا بل بزاف على هذه البلاسة جاي ميلانج ما بين جبال وما بين بحر سنسر معجبني عجبني الحال بالبزاف جيت إلى هنا أقتش عام كومبلي وأنا نقرأ وحبيت سنروبوزي وما كش أفضل البلاسة من هذية تيكزيرت ما لابوتيتاحا لناتير للجبال البحر والبوبلاسيون هنا مضيافين لابوتين ما شاء الله لسوكيريتي نظرا للمقاومات الطبيعية والسياحية التي تتوفر عليها مدينة تيكزيرت الساحلية فضل بعض أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر قضاء العطلة في البلد الأم راحة الفرنسي صافي 16 سنة أنا ولت مع ولدي منيس ونقوم بسيارة جيدة هنا دورك عندنا ديزوتيل ديكم بلس تيكزيرت عندنا كات بلاجة ولا سنك بلاجة هنا في تيكزيرت عندنا فرعون نقوم بلاجة تيكزيرت تيكزيرت كان دوية تعميزران ناوسي يدبوا بلاجة أنا نقول الشعب أرواحه تيكزيرت مليحة شابة كان فيها لسوكيريتي كان الناس ملاح أم استقبلوا الناس ما شاء الله وتحولت ولاية تيكزيرت وزو خلال السنوات الأخيرة إلى منطقة جذب سياحي لما تحتويه من معالم السياحية الطبيعية جعلتها قبلة لألف سياحي سنويا نشراتنا تمت مشاهدينا يومكم وفق سنة اشتركوا في القناة